جزئيات بسيطة كتفصل حاكم زياش من الانتقال الى النصر السعودي وهذا الشي اللي اكدو الصحفي المعروف فابريسيو رومانو حاكم زياش ما يمكنش انه يرفض هذا العرض اللي هو 13 مليون يورو هذا العرض ما قدش يعطيه له اي فارق في اوروبا خصوصا ان حاكم زياش مدة عام او اكثر ما لعبش شبه غائب عن الميادين ما لعبش مع الفرقة دياله احتياط وكبر السن كذلك وصل 30 عام فهناك اسباب كثيرة كدخل لفرق اوروبا ما تعطيش هاد المبلغ فحاكم زياش خصوصا ان الجنسية كتلعب دور كبير كما يعرف الجميع يعني بما ان حاكم زياش مغربي فاكيد ما لديش يتعطى في شي مبلغ كبير وهذا الشي اللي اعطيته الناصر السعودي وحاكم زياش قابل بهذا الامر وكيد صنا فقط انه يمشي لندن باش يوقع العقد مع المرسل من نادي الناصر السعودي اذا ساعات او ايام ونسمعوا خبر التوقيع رسميا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة